السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا في العشرين سنة الأخيرة وهو ببساطة اضطراب في عمليات الأيض أو الاستقلاب يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم هل يمكن لبعض الأغذية أن تساهم في الوقاية من هذا المرض أو تحسين حالته؟ سؤال طرحه العديد من الباحثين ومن بين الأغذية التي شغلت الانتباه شرب القهوة تظهر بعض الأبحاث أن استهلاك القهوة قد يكون له علاقة إيجابية في الوقاية من مرض السكري نوع الثاني وتشير أبحاث أخرى إلى تأثيرات تختلف من شخص لآخر فما العلاقة بين القهوة ومرض السكري؟ وهل يمكن أن تكون القهوة جزءا من الحل في مكافحة هذا المرض؟ يعد مرض السكري نوع الثاني من أكثر الأمراض المزمنة في العصر الحديث ويعاني منه عشرات ملايين الأشخاص حول العالم وقد أظهرت الأبحاث أن هناك علاقة وثيقة بين نظام الحياة ونظام التغذية من جهة وبين حدوث المرض من جهة أخرى جراسات عديدة أثارت تساؤلات حول تأثير شرب القهوة في الوقاية من مرض السكري فهل من الممكن أن تكون القهوة ذلك المشروب المفضل لدى كثيرين أحد الحلول الوقائية؟ دعونا نكتشف معا طيب ما هي العلاقة المبدئية بين القهوة ومرض السكري؟ القهوة المشروب الذي يحتوي على الكافئين تعد واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم وعادة يتم تصنيف القهوة إلى نوعين رئيسيين القهوة التي تحتوي على كافئين والقهوة منزوعة الكافئين وما لا يعرفه كثيرون أن القهوة تحتوي على العديد من المركبات الفينولية والأحماض العضوية وهي مضادات للأكساد تلعب دور هام جدا في تحسين حساسية الجسم للإنسولين وبالتالي يمكن أن يكون للقهوة دور في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري نوع تاني طيب ماذا عن الدراسات العلمية لتأثير القهوة على مستويات السكر بالدم؟ من أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع دراسة نشرت في مجلة ديابك سكير أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل منتظم لديهم خطر أقل بنسبة 30% للإصابة بمرض السكري نوع تاني مقارنة بمن لا يشربون القهوة واعتبر العلماء أن هذا التأثير يعود للمركبات الموجودة في القهوة مثل الحمض لتلوروجينيك الذي يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة Archives of Internal Medicine تم تحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص على مدار عدة سنوات وأظهرت النتائج أن تناول القهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 25% وهذه النسبة كانت أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين شربوا 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا وأظهرت الدراسة أيضا أن هذا التأثير لوحظ سواء كانت القهوة تحتوي على الكافئين أو كانت خالية منه طيب هل تساعد القهوة في الوقاية من السكري؟ العديد من الدراسات تشير إلى أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يحسن من قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل أكثر فعالية وهذا بيساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم كما أن الأحماض الفينورية الموجودة في القهوة تتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات مما يعزز من صحة الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم وهذا يعتبر مفيد جدا في الوقاية من مرض السكري طيب ما تأثير القهوة على الأشخاص المصابين بمرض السكري؟ بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري فإن تناول القهوة قد يكون له تأثير مزدوج فهي من جهة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مقاومة الإنسولين وبالتالي تساعد في تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم ومن جهة أخرى فإن تناول القهوة قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم عند بعض الأشخاص خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة ومن المهم جدا الإشارة إلى أنه في حالات معينة قد يؤثر الكافئين على توازن السكر في الدم خاصة إذا تم تناوله مع كميات كبيرة من السكر أو الحليب لذلك يجب على مرضى السكر مراقبة مستويات السكر بشكل دقيق إذا كانوا يستهلكون كميات كبيرة من القهوة طيب هل القهوة منزوعة الكافئين خيار جيد؟ بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون بتناول الكافئين فلديهم دائما خيار القهوة منزوعة الكافئين تشير الدراسات إلى أن القهوة منزوعة الكافئين لا تزال تحتوي على العديد من المركبات المفيدة التي تساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتقليل مستوى السكر بدم وبالتالي فهي قد تكون خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من فوائد القهوة دون التعرض لمخاطر الكافئين طيب ما تأثير القهوة على الإنسولين والتحكم في الوزن؟ من الجدير بالذكر أن تناول القهوة قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل الوزن خاصة إذا تم تناولها بدون إضافة السكر أو المحليات ففي دراسة نشرتها مجلة Journal of Clinical Nutrition أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظار يميلون إلى الحفاظ على وزن صحي أفضل مقارنة بمن لا يشربون القهوة وهذا قد يكون له دور في تقليل خطر الإصابة بمرض السكر نعتاني فالوزن الزائد يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر ما تزاد الدراسات مستمرة حول العلاقة بين مرض السكر وشرب القهوة وقد أظهرت أن تناول القهوة بشكل معتدل يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكر نعتاني وذلك بفضل المركبات الموجودة فيها والتي تعزز من حساسية الأنسلين وتقلل الالتهابات ولكن يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكر أن يكونوا حذرين في تناول القهوة خاصة إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الكافئين ومن الضروري أيضا أن نتذكر أن القهوة ليست العلاج الوحيد للسكر بل يجب أن يتم دمجها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن ونمط حياة مشط قد تكون القهوة خيار مفيد في تقليل خطر الإصابة بالسكر إذا تم تناولها بشكل معتدل وبطريقة صحيحة لكن لا ينبغي الاعتماد عليها كعلاج وحيد وأساسي كما لا ينبغي الاعتماد على أي كوب لمشروب صحي كعلاج وحيد وأساسي بل هو جزء من نظام تغذي ونظام حياة صحيين متوازنين إذا كنت مصابا بمرض السكر أو مقاومة الأنسلين أو معرضا للإصابة به فإن استشارة الطبيب هي الخطوة الأولى وتحديد كمية القهوة المناسبة والمفيدة لك يتم بعد ذلك مع الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذي المتوازنة وتقليل الكربوهيدريت والنشويات والابتعال عن الزيوت النباتي المكررة السائلة والمهدرجة كما أن اتباع نظام سيام متقطع وشرب الماء بكميات كافية وممارسة الرياضة والمشي وتمرين التنفس العميق والنوم سبع ساعات ليلا شميعها أمور أساسية وهامة لضبط مستوى السكر بالدم أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خطور علي استشارية بالأمراض الباطن والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر قناتي والفيديوهات التي أقدمها هي لغرض التثقيف فقط ولا تعد بديلا عن المشورة الطبية المتخصصة استشر طبيبك دائما للحصول على أفضل نصيحة طبية لحالتك ولا تقوم بتعليل جرعات الأدوية بدون استشارته اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شكر كبير ومحبة كبيرة لكل من يدعم قناتي من خلال ميزة شكرا وأيضا من خلال ميزة الأنضمام أحبكم جميعا عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته أحبكم جميعا عائلتي